اشتركوا في القناة والمؤشرات اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من يوليو من العام الفين واثنين وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثر والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال الأسبوع ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعي الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة من قسم الأخبار الاقتصادية تجدون الرزنامة الاقتصادية وجميع الأوقات الظاهرة أمامكم هي بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزاء سوف يكون لدينا لليوم الاثنين في تمام الساعة الحادي عشر صباحا بتوقيت مكة المكرمة على اليورو صدور مؤشر إيفو لمناخ الأعمال الألماني ومن ثم يوم الثلاثاء على الدولار الأمريكي يصدر لدينا بيانات هامة جدا وهي مؤشر ثقة المستهلك وأيضا مبيعات المنازل الجديدة ومن ثم يوم الأربعاء سوف يكون هناك بيانات هامة ونارية ومنتظرة منذ فترة السابقة على الدولار الأمريكي وقبل صدور بيانات الدولار الأمريكي على الدولار الإسترالي يصدر مؤشر أسعار المستهلكين ومن ثم تبتدأ بيانات الدولار الأمريكي بطلبات السلع المعمرة ومؤشر مبيعات المنازل المعلقة وصدور تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام ومن ثم سوف يصدر لدينا تقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي ويصدر لدينا قرار الفائدة الصادر على البنك الفيدرالي الأمريكي والمؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جميعها بيانات مؤثرة على الأسواق المالية ومنتظرة بشكل كبير جدا هناك توقعات لرفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس والبعض يطالب أن هناك سوف يكون رفع بما يعادل 100 نقطة أساس ننتظر جميع السيناريوهات وسوف نتابع بإذن الله تعالى معكم أولا بأول من خلال النظرة الفنية من خلال فقرة التحليل الفني اليومية إذن أخواني لعزاء يوم الخميس سوف يكون لدينا أيضا على الدولار الإسترالي صدور مبيعات التجزاء وعلى الدولار الأمريكي الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات الشكاوى من البطالة وتختتم البيانات في يوم الجمعة على اليورو صدور معدل التغير في البطالة الألمانية والناتج الإجمالي المحلي الألماني وعلى اليورو أيضا مؤشر أسعار المستهلكين وعلى الدولار الأمريكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وتختتم البيانات بصدور خبر على الدولار الكندي وهو الناتج الإجمالي المحلي الشهري إذن أخواني الأعزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي ونشاهد على اللونغ تيرم أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة على الأب تريند لاين وحتى اللحظة لا تزال الأسعار تتداول أعلى الأب تريند لاين الفرعي الماثل أمامكم باللون الأزرق وحتى اللحظة لا يزال يصنف الهبوط الذي قد دخل به مؤشر الدولار الأمريكي منذ الرابع عشر من يوليو حتى اللحظة لا يزال يصنف كتصحيحات وكحركة صحية للأسعار ولن يستمر مؤشر الدولار الأمريكي في استمرارية التصحيحات والتراجع إلا إذا نجح بكسر الأب تريند لاين الفرعي وبدأ بالتداول دون مستوى 105.500 حيث أن كسر مستوى 105.500 قد يؤدي إلى استمرارية التصحيحات إلى مستويات 104 دونها وقد نشاهد مرحلة ضعف للدولار الأمريكي ولكن اختراق مستوى 107.850 يمنحنا إشارة انذارية لانتهاء التصحيحات وعودة قوة الدولار الأمريكي لتعصف بالأسواق بالتزامن مع خبر الفائدة المنتظر إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الزوج اليورو دولار ونشاهد أن زوج اليورو دولار حتى اللحظة لا يزال هو الآخر يتداول في ظل قناة رئيسية هابطة أدنى داون تريند لاين ونشاهد حتى اللحظة ومثل ما ذكرنا مرارا وتكرارا في الأسبوع السابق أن التداولات دون مستوى 1.03000 لا تزال ترجح السيناريو السلبي الهابط ولن نستطيع أن نبدأ بتكوين سيناريوهات فرعية صاعدة إلا باختراق مستوى 1.03000 حينها سوف نبدأ بتكوين تريند فرعي صاعد قد يستهدف مستوى 1.05000 وما دونها ولكن طوال ما أن الأسعار تتداول أدنى الدون تريند لاين وأدنى مستوى 1.03000 لا يزال السيناريو السلبي هو المهيمن والذي قد نشاهد من خلاله استهداف مستوى نقطة التعادل الواحد يورو وقد نشاهد مستوى 1.97000 و94000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونشاهد أيضا أخواني العزاء أن الأسعار لا تزال تتداول أدنى الدون تريند لاين وحتى اللحظة الأسعار تفشل بتأكيد اختراق مستوى 1.20000 والذي إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 1.20000 قد نشاهد انطلاق فعلية لتكوين مسار فرعي صاعد يستهدف 22000 وقد نشاهد مستوى 1.26000 بشكل مباشر في حال نجحت الأسعار باختراق مستوى 1.20000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ومع قوة الياباني مع انتهاج البنك المركزي الياباني سياسة التيسير نشاهد أن الأسعار حتى اللحظة تتعرض لضغوط بيعية واستمرارية التداولات دون مستوى 1.37.100 لا تزال تظهر السيناريو المرجح هو السلبي الهابط وقد نشاهد بدء تكوين مسار فرعي الهابط يستهدف مستوى 1.35 ومئة 2.32 وقد نشاهد مستوى 1.30 على المدى المتوسط بشكل طبيعي ويشترط لاستمراري الأسعار في ظل السيناريو السلبي وتحقيق الأهداف المذكورة هو التداول دون مستوى 1.37.100 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونلاحظ أخواني العزاء أن الأسعار تتعرض لضغوط بيعية ولكن حتى اللحظة هناك محاولات للخروج من الضغوط البيعية ولكن كسر مستوى 1.28.600 والذي يصنف كدعم رئيسي قوي سوف يؤدي إلى انهيار الزوج صوب مستويات 1.27.300 وقد نشاهد مستوى 1.25.700 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الدولار الأمريكي أن يتخلص من الضغوط البيعية إلا إذا نجح باختراق مستوى 1.30.200 والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد الأسعار حتى اللحظة تتراجع بشكل مباشر واستمرارية التداولات دون المتوسط المتحرك ودون مستوى 0.96.900 سوف تؤدي إلى تراجعات للزوج قد تستمر إلى مستويات 0.95.000 و0.93.000 خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية السيناريو السلبي هو ثبات الأسعار دون مستوى 0.96.900 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الزوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونشاهد أن زوج الباوند ين يفقد زخمه الصعيد مع قوة الياباني الذي عادت والظهرت للساحة مجددا بعد الضعف استمر لمدة أشهر متتالية نشاهد الأسعار إذا نجحت بالتداول دون مستوى 164 سوف تؤدي إلى انهيارات للأسعار سوف مستوى 162.300 والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف نشاهد انهيارات قادمة تستهدف مستوى 160.650 و158 على اللونغ تيرم خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى 164 مجددا إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولا تزال التداولات الإيجابية تهيمن على الزوج وحتى اللحظة تأكيد اختراق مستوى 0.69 ألف سوف يفتح الأمال الإيجابية ويمنح الزوج الضوء الأخضر لاستهداف مستوى 0.70 ألف و72 ألف خلال التداولات القادمة وأما كسم مستوى 0.69 ألف سوف يقضي على أمال الصعود والعودة ويعيد الأسعار إلى المسار السلبي الهابط إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولا تزال الليرا التركية تعاني الضعف في ظل صمت وفي ظل عدم تحريك أي قرارات من قبل البنك المركزي التركي ونشاهد في ظل ارتفاع نسب التضخم المهولة لا يزال هناك تثبيت للفائدة وعدم رفع الفائدة مما يؤدي إلى استمرار في انهيار أسعار الليرا التركية وحتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى مستوى 17 ليرا ونصف قد تؤدي إلى الأسعار نحو مستويات 18 ليرا للدولار الواحد و19 ليرا للدولار الواحد على اللونغ تيرم وشرط استمرارية النظرة الإيجابية للدولار الأمريكي وثبات الأسعار أعلى مستوى 17.30 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية ونشاهد الأسعار لا تزال تتعرض لبعض من الضغوط البيعية والتي استمرت الأسعار بتأكيد كسر مستوى 10.25 قد نشاهد انهيارات للأسعار صوب مستوى 9.90 وقد نشاهد مستويات 9 ونصف خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الزوج أن يتحرر من الضغوط البيعية لذا نجح بالعودة على مستوى 10.40 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين لا يزال يصارع محاولا التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجحت أسعار البيتكوين بتأكيد اختراق مستوى 23 ألف دولار والذي يعد محور ومستوى نفسي قوي جدا حيث أن اختراق 23 ألف دولار سوف يمنح الضغوط الأخضر للبيتكوين بتكوين مسار فرعي صاعد يستهدف مستويات 26500 دولار و32 ألف دولار للبيتكوين الواحدة خلال التداولات القادمة ويشترط لتحقق هذا السيناريو هو الثبات أعلى 23 ألف دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل حتى اللحظة هو الآخر يقاتل متأثرا بإيجابية البيتكوين إذا نجح بالتماسك أعلى 36 سنت قد نشاهد الريبل هو الآخر يستهدف الـ 40 سنت و50 سنت خلال التداولات القادمة بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ولكن قبل أن نبتدأ في تحليل الذهب نذكر الإخوة الذي لم يشتركوا معنا في خدمة البرودكاست المجانية هي عبارة عن خدمة بروودكاست من خلالها تصلك رسائل إلى رقمك على الواتساب بشكل خاص يتضمن من خلالها ملخصات خاصة بأهم الأحداث الاقتصادية ويصلك بشكل يومي جدول ليتضمن أهم النطاقات وأهم مناطق البيع والشراء وأيضا تصلك أهم الفيديوهات الخاصة بالأسواق المالية وأيضا نقوم بمشاركة بعض التوصيات المباشرة سواء لأهم السلع والمؤشرات أو لأهم أزواج العملات تصلك بشكل مجاني ولكيفية الانضمام بإمكانكم طلب الانضمام إلى الخدمة بشكل مجاني من خلال الرقم الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي التعليقات إذن أخواني لعزاء نعود إلى فقرة التحليل الفني للذهب ونشاهد أن الذهب حتى اللحظة لا يزال يتداول على المدى الطويل في ظل مسار رئيسي هابط وحتى اللحظة استمرارية التداولات أدنى خط الاتجاه الهابط الداون تريند لاين لا يزال يضغط على الذهب ولكن هناك محاولات للذهب لاستعادة المسار الإيجابي الصاعد حتى اللحظة هناك محاولات ببناء مراكز شرائية جديدة أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 1725 دولار للأنصة الواحدة والتماسك علىها وتأكيد هذا الاختراق بناء على قاعدة السلوك السعري المشروح سابقاً سوف نشاهد محاولات للذهب لاختراق خط الاتجاه الهابط واستهداف مستوى 1760 والذي إذا نجحت أسعار الذهب باختراقها سوف ينجح الذهب باستعادة الزخم الإيجابي الصاعد وحينها سوف يكون الهدف الرئيسي للذهب بالقرب من مستويات 1800 و1870 دولار للأنصة الواحدة خلال التداولات متوسطة الأجل ولن يستطيع الذهب أن يؤكد هذه الإيجابية إلا باختراق مستوى 1760 دولار أما عودة التداولات دون مستوى 1700 دولار سوف يلغي السيناريو الإيجابي الصاعد وسوف يعيد الذهب إلى مستويات قد تصل لمستوى 1600 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد أن الفضة حتى اللحظة لا تزال تتنحور حول نقطة المحور وحول نقطة البايفيت الماثلة عن مستوى 18.70 والذي يتمحور حولها السعر منذ السادس من يوليو الحالي حيث أن الأسعار إذا نجحت بالعودة على مستوى 18.70 سوف تنجح الفضة باستعادة بعض من الإيجابية الذي قد تصل بها إلى مستوى 21 دولار أما تأكيد التداولات دون مستوى 18.70 قد تقضي على آمال العودة للفضة وتهوي بها إلى مستوى 17 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد أن النفط الخام لا يزال يتجرى السلبية وحتى اللحظة تداولات أسعار النفط الخام دون مستوى 98 دولار لا تزال تضعه تحت الضغوط البيعية الذي قد تهوي به إلى مستويات 90 دولار و 82 دولار للبرميل الواحد ولن يستطيع النفط الخام أن يستعيد إيجابيته وأن يرجع إلى المسار الإيجابي الصاعد إلا باختراق مستوى 103 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ولا يزال الغاز الطبيعي يستمر بالتألق مقتربا من منطقة مقاومة هامة جدا في مستوى 8.20 حيث أن اختراق مستوى 8.20 قد يمنح الغاز الطبيعي الضوء الأخضر لاستهداف مستوى 10 دولار و 11 دولار خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة الإيجابية للغاز الطبيعي هو الثبات أعلى مستوى 7.30 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ومثلما ذكرنا أن ثبات أسعار الداو جونز أعلى الـ 31.400 يمنحه تداولات إيجابية وخلق فرص شرائية خلال التداولات القادمة ولنشاهد أنه يحاول حتى اللحظة أن يكون ملامح تريند فرعي صاعد لن يؤكد عليه مؤشر الداو جونز إلا باختراق مستوى 32.500 حينها سوف يؤكد المسار الإيجابي لمؤشر الداو جونز وحينها سوف تخلق فرص شرائية على اللونغ تيرم تستهدف مستوى 34.000 وقد نشاهد مستويات 35.500 ولكن على حداف الذي نتحدث عنها في اللونغ تيرم على المدى البعيد وشرط استمرارية الرؤى الإيجابية والنظرة الإيجابية التفاولية لمؤشر الداو جونز والثبات أعلى مستوى 31.400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد أن مؤشر الداكس الألماني لا يزال يتماسك أعلى مستوى 13.000 واستمرارية الأسعار أعلى 13.000 وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم لا يزال يمنح الداكس فرصة إيجابية للإنطلاق سوى مستوى 13.700 و14.400 أما كسر مستوى 13.000 والتداول دونها سوف يقضي على العمال الإيجابية ويعيد الأسعار تحت الضغوط البيعية الذي قد تنتهي بمستوى 12.000 يورو إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SP500 ونشاهد أن الـ SP500 إذا نجح بتأكيد اختراق 3.950 والتماسك والثبات أعلىها سوف نشاهد انطلاق الـ SP500 لمحوى الخسائر السابقة واستهداف مستوى 4.200 وقد نشاهد مستوى 4.400 خلال التداولات القادمة أما التداول دون مستوى 3.950 فقد يقضي على أمال الصعود والعودة ويعيد الـ SP500 إلى مستويات 3.800 دولار وما دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد النازدك يفقد بعض من الزخم الإيجابي الصعيد ولكن حتى اللحظة وبثبات الأسعار أعلى 12.100 دولار لا يزال التراجع يصنف كحركة صحية الأسعار وتصيحات ولن نشاهد الانطلاق القادم لمؤشر النازدك إلا إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 12.500 وتأكيد هذا الاختراق بناء على قاعدة السلوك السعري حينها سوف نشاهد الأسعار تنطلق إلى مستويات 13.200 وقد نشاهد مستويات 14.000 خلال التداولات القادمة ويشترط لاستمرارية هذا السيناريو الإيجابي هو الثبات أعلى مستوى 12.100 دولار إذن أخواني لعزانا نتقل ختاما إلى تحليل مؤشر كاك الفرنسي ونشاهد أن مؤشر الكاك حتى اللحظة لا يزال يتداول في ظل المسار الرئيسي الهابط وحتى اللحظة تقترب الأسعار من الداون تريند لاين ومن نقطة المقاومة الهامة الماثلة عند مستوى 6.260 إذا نجحت الأسعار باختراقها سوف يكون مؤشر الكاك تريند فرعي صاعد يستهدف مستوى 6400 و6600 وقد نشاهد مستوى 7000 يورو خلال التداولات القادمة أما فشل اختراق مستوى 6.260 يورو قد يعيد الأسعار إلى الهبوط مجددا وإنها الموجة التصحيحية الصاعدة واستهداف مستوى 6500 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله